وبكده قدرنا نخفي اليوزر نيم والباسورد اثناء التسجيل. وكمان تقدر تخفي وجه اي حد في الفيديو. وكمان تقدر تعمل على اي جزء انت عايزه داخل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله معكم سيد من قناة الابداع والتماش دائما قناة ابدع واستمتع. النهاردة نتكلم عن كيفية اخفاء جزء معين من الشاشة او اخفاء وجه المتكلم. وكمان بنتكلم عن جزئية ازاي احدد او اظل الجزء معين عايزة ابرزه او اووضحه في الفيديو او في الصورة اللي عندي. هنخش دلوقتي هنجيب فيديو من الفيديوهات او صورة من الصور ونعمل عليهم الشغل بتاعنا. هنخش نفتح اه اي فيديو من الفيديوهات القديمة بتاعتي. وليكن هزا الفيديو. اهو. هنا هوة المتكلم مسلا انا عايز اشيل وجه المتكلم هنعملها ازاي ديت? هنقطع مسلا الجزئية ديت اللي احنا عايزين نتكلم عنها. هو هنا هوة المتكلم اهو. طيب هنروح لي حاجة اسمها او المؤسرات. تمام? وهنختار حاجة اسمها فيس اوف. في المؤسرات هنكتب فيس هنا هوة. هزهر لنا مؤسر اسمه فيس اوف. هنسحبه فوق الفيديو بالزبط. اهو. نجي نجي الاول الفيديو. نحط هنا هوة. وبعدين امدد الايفكت بحيس ان هو يكون بالزبط بنفس حجم الفيديو. تمام? وبعدين بنشغل. اهو. اهو. شكل اوتوماتيكي اه اخفى وجه المتكلم في الفيديو عن طريق الايفكت اللي اسمه فيس اوف. ده كان بالنسبة لاخفاء وجه المتكلم. طيب لو انا عايز اخفي اليوزر نيم او الباسورد اللي انا بكتبهم او اخفي اي جزء من الكلام اللي في الشاشة. تمام? هنروح نجيب اي فيديو. تمام? ونجرب عليه نفس الموضوع دوت. هنخش على فايل. تمام? ونجيب الميديا بتاعتنا. اهو. هنا مسلا على سبيل المسال. عايز اخفي كلمة اللي فوق مسلا هنا. تمام? هنفترض ان هنا في او باسورد بيكتب فوق. تمام? فهقطع الجزئية دي مسلا. اهو. طيب عشان اخفي كلمة تمام? بشكل كويس ما يظهرش يعني ان هو شكل مش مش مزبوط في الفيديو. تمام? هنروح برضو على واختار حاجة اسمها مزعج. اهو بنختاره وبنحطه فوق الجزئية اللي انا عايز اخفيها بالزبط. اهو. من اول الفيديو القطع اللي انا عايز اخفي فيها الكلمة اللي انا عايزها. اهو. بعد ان هي بتكون موجودة في اول وقفة بوسط الصفحة زي ما نشايفين. بسحبها وبحطها فوق الجزء اللي انا عايز اخفيه سواء يوزرنيم او باسورد. او هنا هو التايتل اللي احنا قلنا عليه. اهو كلمة سيتنجز. اعملها بالزبط على قد الكلمة. اهو. اختفت بشكل جيد جدا اهو. بعدين بنجارل الفيديو ماشي اهو. اهو. كلمة اختفت تماما. مش مؤسرة على باقي التيكست اللي حواليها. اما بقى لو انت عايز تعمل على جزء معين في الصفحة. بحيس ان هو يكون واضح للناس اثناء الشرح او ان انت عايز تبرز جزء معين في اه الصفحة. تمام? هنعمل ايه? هنروح برضو هنا هوت اه لله التايتلز. هنروح للتايتلز. اللي هي الكلام اللي بيتكتب يعني. تمام? وهنختار مسلا على سبيل المسال. ده. تمام? وفيه هنا هوت. ده مسلا على سبيل المسال نختاره. تمام? تلاحظ ايه? تلاحظ هنا هوت بيطلع لك كلام. تمام? محاوليه الاطار اللي هو الاخضر دوت. طيب هنعملها ازاي دي اتهمسح الكلام خالص اهو. تمام? اتفضلي بس الاطار فاضي. هاخد الاطار. احنا قلنا عايزين نكبر هنا هوت مسلا ونشوف كلمة عايزين نحط عليها هي الهايلايت. فنعمل ايه? هنروح على كلمة اهو. واخد الاطار على عدها بالزبط. تمام? اهو. يبقى انا كده مسلا بأكد على كلمة ونجرر نماشي. الفيديو بقى ونشوف. اهو. زي ما انت شايف جيه على كلمة اثناء الشرع. تمام? طيب برضو تقدر تحدد طول الفترة او تقصرها حسب ما انت عاوز. تمام? يعني انت مسلا نقلت من الحاجة تاني. فبتعمل تأثرها بحيس ان انت تخش بعد كده في حاجة تاني. طيب لو انت عايز تعمل على اه كلمة تاني بس بطريقة مختلفة. تعمل ازاي مسلا على سبيل المسال نروح برضو للتايتلز. تمام? ونختار مسلا اي شكل من الاشكال اللي عندنا هنا. اهو. نشوف مسلا اه ده. اهو. طيب هنعملها ازاي ديت? هنسحبه برضو هنا وفوق الكلام. تمام? فوق الصفحة بتاعتنا. اهو. هنا هو برضو هشيل الكلام من عندي. هنعمله تمام? واروح مسلا عند كلمة اهي. هتلاحز ان هو غطى الكلمة خالص طيب. هعملها ازاي دي? اهو ريك هتعملها ازاي? تمام? اهو. هنغطي الاول الكلمة. تأكد ان هو على قدها. تمام? وبعدين انت اقول ان احنا عايزين نبريزة. عايزين نعمل لها هايلايت. هنعملها ازاي? هنقف عليها. تمام? خلاص. اهو نعمل دابل كليك. تمام? وبعدين هجي لنا حاجة اسمها كومبوزيتنج. الكمبوزيتنج دوت تمام? هنقلل شوية في الكابيسيتي. اهو. نقلل الكابيسيتي. تلاحز ان انت وانت بتقلل الكابيسيتي اهو. ظهر الهايلايت هنا هو تعالى الكلام اهو. زي ما تشايف. كل ما تقلل كل ما الكلام يختفي اكتر. فانت مسلا عايزها بس كده اهو. في حيز يبقى يباني ان هو بس ما يضيعش امكانية رؤية الكلمة. اهو. فتلاحز ايه اهو تعالى نبدأها بقى من الاول. اهو يبقى انا كده عامل تلات حاجات بالزبط اهو. خافي كلمة اللي فوق. تمام? اهو. وبعدين عملت على كلمة تحت. وبعدين دخلت في اللي بعدها. اهو. عملت كمان على كلمة ده كانت رؤية سريعة ازاي تعمل اخفاء لجزء من الشاشة. وازاي تعمل على اجزاء اخرى. ارجو ان انتم تكون استفدتم بشرح النهاردة. ويا ريت ما تبخروش على القناة بلايك وسابسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله.